المعاناة مال الطمر الصحي يوميا يوميا احنا بالليل الدخان بالمنطقة النيل ناحية النيل عموما جميع ناحية النيل وقراها الدخان يبدأ من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا فما نشوف نهايا حتى بيوتنا ما نقدر نطلع معتها كذلك ايضا امراض كثيرة يعني صابت المنطقة وخاصة الامراض السرطانية يعني سيدا تجي تلقى كل بيت بواحد مصاب بأمراض السرطان بسبب هذا الطمر الصحي بالنسبة للطمر الصحي المساحة المقررة هي 27 دونم بس سيدا شوف على واقع الحال تقريبا المساحة المستقلة اكثر من 200 دونم اللي ما اخذينها بالطمر الصحي يعني حتى متجاوزين على الاراضي الزراعية حتى الاراضي الزراعية ما الاهالي متجاوزين عليها ويذبون بها سيدا شوف النيل الاليات يعني انتقلهم غير خط نعم غيروا اتجاههم لان هذا المكان ملأ ما اعطوا مكان يذبون بيها 27 دونم غيروا اتجاههم قام يذبون بالمناطق الزراعية وانت جاي شوفها سدخان هذا كله صور ديش السيارات صور ديش السيارات شوفها غيروا اتجاههم قام يذبون بالمناطق الزراعية ديش آليات بلدية اي آليات البلدية ديش كلها آليات البلدية قام يودون بالمناطق الزراعية فهذه المعاناة احنا بالنسبة انه يعني متدمرين من ناحية الطمر الصحي فنناشد بانقاذ ناحية النيل من هذا الطمر الصحي الاف العوائل يعني ما اقولك مئات الاف العوائل مضرة يعني احيانا الناس ما تقدر تنام ببيوتين وين تروح تدري انقطاع الكهرباء والواقع اللي مر به العراق وفهذه الطمر الصحي سبب امراض من المنطقة لا تعداني شخصيا من عائلتي خمسة توفى بسبب مرض السرطان بسبب هذا الدخان خمسة من عائلة وحدة وذا اوديك هسا كل العوائل يعني اذا اقولك مو كل بيت يعني يجوز مثلا اربعين بالمئة او خمسين بالمئة من العوائل هي بعدها مصابين بمرض السرطان بهذا الشسم رضو السرطانية والله العظيم هي شئر دحلف يمين انت لو بالليل يمنى او بالنهار يعني تقعد على كتلة دخان اسود مصح لو لا كيف احنا احنا اللي نعاني منعتها يومية لو تجينا العصر لو تجينا بالليل تقعدنا لو الصبح لو الصبح نلقاها غيمة سودة على وجود السياج موجود كل الاعمال الان اللي موجودة في هذا المكب للنفايات هو خارج الضوابط والصياغات القانونية اللي موجودة وكذلك البيئية عدم العمل وفق الاسس المتبعة في طمر الصحي للنفايات هذا المكان هو مو مكان طمر للنفايات الصحية اللي موجودة من المستشفيات انا شفتها وصورتها نفايات طبية موجودة نفايات طبية موجودة عندك حوالي بالسبعة الى ثمان مستشفيات اللي هنه اكبر مستشفيات في مدينة الحلال الان موقع النفايات ما تهدب في هذا المكان هذا الامر اش ادى نتيجة هذا الاحتراق هذا الاحتراق التخلص من النفايات في هذا المكان المشكل احتراق وهذا مخالف للبيئة مما خلق تلوث بيئة موجود ادى هذا التلوث البيئة الى اصابة الكثير من الاطفال وكذلك ابناء المنطقة الموجودين اللي يبالغ عدد هذه النسمات في هذه المنطقة حوالي سبعين ألف نسمة امتداد هذا الدخان يتجى تقريباً 15 كيلو عن هذه النقطة يعني ممن ساكن ضمن هاي الـ 15 كيلو هو متأثر أساساً لكن يخوف كلما تبعد المسافة